موسيقى السلامة مرحبا بكم نزل كل اليوم جيدكم بحلو للعيد الحقيقة نحب برشا و ياسر الفكرني في الصغر لانه مما قبل كانوا ديما ديما تعولونا في العيد و ياسر نحبو اللي هو الرفيس التونسي وبالطبعه لماذا نعملوه الرفيس عادي اللي متعارف عليه بش نعملوه ياسر مزيين بخيزون تابل بطريقة مختلفة بطريقة تشكيل زداء مختلفة وتوتروا الطريقة كيفش مش تكون و بش يكون زداء بطريقتين و يجيكم البنين يعمل ستة وستين كيف والحاجه اللي بيه انه الكله منفع لنقضوا معايا و تبعوين للاخر بش تعارفو كيفش نحضروا و نبدأ بسم الله بالنسبة للرفيس متاع اليومه بش نعملوه الرفيس بخستيج بش يكون بالفاكية وبالطبعات نجمو تستعملو نوع الفاكية اللي انتو ما تحبوه بالنسبة للمقادير بش نستحقوه مقدار 500 جرام مسميد المتوسط ما هوش اخشين و ما هوش اجويد عالاخر ينعملو به الخبز ليه المتوسط الي يكون بالطريقة هدية وهذه يراه اذا كنكم تعيشوا البارة القاوه عند المغربية يعني اللي يبيعو الحالات مش نستحقو عليهم 500 جرام من عجينة التمر و 200 جرام من تمر اكعب بالنسبة للتمر تجمو تستعملو عجينة التمر فقط و الا تستعملو كعب متاع التمر اكاها و تنوريكم الطريقة مبعد كيفش تستعملوه لكن التمر لازمو يكون تريه 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 عالاخر يعني ما يكونش يبس جملة و اذا كان يبدأ يبس اهوك تفوروه شوية بش يترى خاطر هالديكا هو اللي يبشي لمنه الرفيس وبالنسبة لبقية المكونات مش نستحقوه ثلاثة مغارف كبار من الزيت زيتونه يعطيه مطعم بنين برشا في الرفيس و امبليوس الكلو منفعه وباش نستحقوه 250 جرام من الزبدة عادية حيوانية ما تكونش مارجرين تغليوها مليح مليح و تنحيوه لها اكل حليب من فوق الكل يعني يريتوك الكوش البيضة هذيك الكل تنحيوها باش هكيكا الرفيس يدو منا اكثر وقت بعض الغلايين و بعض ما تنحيو منها لحليب تقعد الناديجة 200 جرام وباش نستحقوه للفيكيا وهذيه على حسب انتوما وشنوه تحبوه تنجموه حتى تستعملو كاكاوية جلجلين كما تحبوه خديت لهنى 100 جرام من البوفريوه من غير قشور 100 جرام من لوز وخديت زيته 50 جرام من الفوصدق وطوى يجيو نواريكم تاريخ التحذير اول حاجه باش نبديو بيها لازمنا نعرجو السميدة على النار جبتها كيه مقلة كيما هكيه حتيت نار متوسطة بتبيعة ما تكونش عالية برشا باش سميد ما يتحرقش سينوه روهم من بعد يجينا المطعم متاحه خايب ومع التحريك المستمر حتيك شلين تلاحظو كيما تشوفو لهنى بشوية بشوية يبده هكيه يغمقك اللون متاعو دي ما انحركو على نار متوسطة على الاخر ختا لهنى دي جاء السميد ايكون ناي ماذا بينا انعرجوه على النار حتيك شلين يوصل للدرجه هذية بالضبط يعني يكون لونه بني شوية ما يكونش ابيض وبطبيعة ما تخليهوش حتيك شلينيك حال وإلا يغمق نجي توا للفيكيه بتبيعه لازمنا زيده نعرجوه على النار ما نستعملوش الفيكيه تكون ناية حتيت لهنى البوفريوه واللوز بالنسبه للفصدق ما نعرجوهوش على النار يقعد كيما هو لكن اللوز والبوفريوه نجمو تعرجوهم هكيه على المقلة وإلا تحطوهم حتي في تباقو دخلوهم للفور جسدو بهكا ما يتيبو شوية ويحمارو شوية ومن بعد نخرجوهم ومن بعد ما يحذروا دي غيك تمام باش نرحيهم بالنسبه للفيكيه انا الهنى منيش باش نرحيها لانتوالي بودغ لي باش نخليها هكي شوية فيها ادجرميشة يعني يجيوش دوبا منها روشهم اضفت عليهم زيدة الفصدق باش نرحيهم الكل مبعادهم وماذا يبيكو ما تخليوهاش بودر علاخره هكيك حتي من بعد رفيس يجيكم محليه تبدأ كالفيكيه ظاهرة فيه ويبدأ هكي فيها ادجرميشة يجيها بل هذي هي النتيجة كيفاش تكون بعد ما كملت ارحيتهم يكون فيها الكعب خاصة انك ليبدأ الفصدق كظاهر وكل جيمح لها وتنجمو زيدة لهنى اضفو لها الججلين وتاوها بالنسبه للتمر شوفوا لهنى كيش نعمل بالضبط بالنسبه للتمر بطبيعة ما تخصلوهوش ماذا بيكم دي ماء تمسحوه بشوية هكا ما ورد تخذو بابيت حطو فيه شوية ما ورد وتمسحوه مسحا ما يتخسلش بش هكيكا يتنحى منه الغبرة وإلا اذا كان فيه اي حاجة تتنحى من بعد نحكي القلوب بتبيعة ونحل الكعيبة نشوفها هكيه نضيفه وإلا ونقصها تروف هكيه جوايدين إذا كان مش تستعملو كعب تمر فقط كما تلاحظوا لهنى لازم يكون تريه عالخر عالخر وإذا كان تحسوها كايب بش شوية أو كفوروه ومن بعد استعملوه بش هكيكا يكون تريه خطر إلي بش يلم منه ارفيس و بش يلم العجينة هو التمر وإذا كان تحبوا تستعملوا عجينة التمر فقط نجم وراء وتستعملوا عجينة التمر كهاء وإذا كان زيدة مش متوفرة عنكم عجينة التمر وتحبوا تحذر وحدكم مع عجينة التمر في الدار سهل بش تعملوا الطريقة هدية بالضبط اللي أنا توا نعمل فيها من بعد تفوروه لنيترى عالخر عالخر تو تراو يوليكم عجينة التمر أنا لهنا حابيت نخلط بين الاثنين بش هكيكا كعايب الترفيس من بعد يبدأ فيها كي يظهر التمر و جيه يسر يسر محليها وهذه النتيجة بعد ما كملت قصيتهم وتاوى بش نتعديه التريقة التحذير بالنسبة للسميد كما تلاحظوا بعد ما عرسته بالكداية على النار هذي هي النتيجة كيفش تكون يكون لونه أصمر شوية تاوى بش نكمل انضيف عليه كمية التمر الكل اللي قصيته بتبعه كما هي جوايد انضيف عليه زيدة كمية الفيكية الكل ونضيف عليه التمر وإلا عجينة التمر اللي بش تلم منه الخاليط الكل ونحاول هيكي نحلها بالطريقة هذي خطر ما شاء الله تكون متماسكة دونك بديكم راه الخدمة الكل اللي توله هني بش تكون باليد وبش نضيف كمية الزبدة بنسبة لزبدة نحط المرالولة اشتر الكمية ومن بعد إن شاء الله نكمل ونضيفه على حسب الحاجة على قد ما تستحقه وقتها نضيفه وبالنسبة لرفيس راهي ديجا هي اسمه على جسمها الرفيس دونك لازمنا نرفسوها بالبيهي 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 كيما تلاحظوا لهني جبت شقالة ما أكبر بش ناجم نخدم فيها الخدمة الكل ونرفسها بيدي بالطريقة هذيه لاحظت لهني ما زلت شيحة دونك كملت ضفت لها باقي الكمية متاع الزبدة وضفت زيدة ثلاثة مغار فكبار انتع الزيت زيتونة إذا كان ما تحبوش الزيت زيتونة نجمو تستعمل زبدة فقطة أما راهو يعمل الفرق ويعطي بنا غير عادية دونك هاكية بين يديكم ترفسوها وتعجنوها مليح مليح بيش اكتمر هذيك الكل يدخل في هاك السميد وتتكون معاكم عجينة لهني كيما تلاحظو مزلي فتفت وعلى قد ما ترفسوها وعلى قد ما تخدموها بيديكم تحسو انه هاكية بدت تتكعبر معاكم العجينة وبدت تتلم كيما تلاحظو لهني مع الخدمة بطبيعة هاكا بدت تتلم بالجدي بالجدي وكيما تلاحظو زيدة اكل فيه كي تبدأ هاكا واضحة مهاروشة نفس الشاي زيدة بالنسبة لتمر اللي قصي نايه ودي ما انوصيكم لازم يكون تريعا لاخر سينو راهو من بعد رفيس ما يتلمش معاكم لازم يكون كاتري فريمان عالاخر عالاخر وبالنسبة للزبدة وإلى الزيد ما تحطوش اكثر من لازم بيش هيكا ما تجيكمش يسر يسر امزايتها تفهمنا؟ وكيما تلاحظو هنا دي جاءت ماسكت وكيفيش تعرفوها اللي هي تماسكت كتجي وتتكعبروها تمشي معاكم بسهولة نجي بتوها لطريقة التشكيل بيش لعتيكم جزت ورق الطريقة التقليدية اللي متعارفة عليها اللي جزت انكعبروها والطريقة هذية اللي حبيت لهناي نعملها بالقالب بيش تعطيني هكا شاكل مزيين حبيت نعمل حاجة مختلفة بيش تجينا هكا رفيس بخيزونتابل عالاخر نجمو تعملوه في العيد يجيكم يسر يسر احلو دونك لهناي قصت بالضبط 40 جرام بالنسبة لكعبة هذو ما نعملهم كبار خاطر بيش نعملهم بالقالب بالنسبة للميزين نعملهم الكل قط قط بيش حتى من بعد في المنظر يجيوني محليهم ومزيينين سنجموه حتى عينكم مزينكم مهما فما حتى مشكل المهم كعبروهم مليح مليح بيش ما يبدوش فيه ماكا تشققات ولا حاجة من بعد كما تشوفوا الهني نجيبك القالب هذية وننزل عليها مليح مليح بيش تقعدها كظهرة فيها اكازينة هذيك الكل وهذية النتيجة كما تراو يجيونا ييسر ييسر محليهم ويجيو زده بخيزونتابل على اللخ نجيبتوه للنوع الثاني اللي بش يكون كعابر عاديين اللي متعارف عليهم متاع ارفيس لكن بش نزيد الهني في الوسط نحط فيهم كعبة بوفريوة يعني ماذا بيه هكا نحط فيها حاجة تكون تتجرمش حبيت نعمل الرفيس المرة هذية بطريقة مختلفة كمبليتما ويخرج على الرفيس العادي اللي متعارف عليه اللي يكون سامبل حبيتو يكون هكا اضخم شوية كما تلاحظوا الهني بالنسبة للكعابر عملتهم 20 جرام يعني ما يكونوش كبار وما يكونوش صغار برشا برشا بالنسبة للكونتيتي ديجا يجيكم محليهم عالاخر الكعابر حليت الكعابر وحاتيت فيها كعبة كعبة البوفريوة ونحاول اللمها بنيتي بالطريقة هذية وبالنسبة للكعابر هذوما مانيش بيش نخليهم سامب الهكا قلت خليني نعملهم طريقة هكية بخزان تابل ابنينا وميزينا دونك اعملت هكية اشتر في وسط الشوكولات انا اخترت شوكولات بالشوكولات وليم عطا بلا حليب سينوتنا جمو تستعملوا شوكولات نواخ كما تحبوا ومن الفوق رشيد فوقهم شوية من الفصدق بالطريقة هذية جمو تحطوا لوز كاكاوية جلجلين اي حاجة اتحبوها انتوما وبالطبيعة نهيز نحطهم في الفرجيدير نخليهم لين يبردوا كمبليتما واشتر الكعابيت لخينا اعملتهم بشوكولات البيضة نفس الشاي ذوبتها ومن فوق زينتها بشوية هكا منشوش الورد خاطر نحسو ياسر يتميشى معلول الابيض ونحطهم زيدا في الفرجيدير وهذه هي الرفيس متعنا بعد ما كملت حذرتو كما تلاحظوا من الفوق كمال زينتوا بكعبيتها من الفصدق البوفريوة واللوز غطستهم في شوية اعصال عادي وحطيتهم هكا بش يلسقوا يشدوا بقعتهم سينوت نجمو حتى تلسقوا بالشحورة ولا حتى بشوية هكا شوكولات المهم اي حاجة تنجمو تلسقوا بها ومشاء الله كما تراوا قد يجيوا ياسر بخزون تابل حبيت انواريكم هكا كعيبة عن قرب بش تراوها كيفش طلعت الفيكية تبدأ ظاهرة التمر يبدأ ظاهر فيها انودكم ولنشهيكم وهدو مالك عابر ما شاء الله لكلهم الوين بالحق تبقي يكون هكا ياسر متنوع شوفوا ما شاء الله من ارفيس عادي كيفش نجمو نصنعو منو تبق متنوع ويبدأ هكا ياسر مزينو بخزون تابل ويشهيكم وخاصة للعيد بالحق حبيجة كي من هكا تعمل ستة وستين كيف حليتلكم كعيبة اللي عملنا فيها من داخل البوفريوة بشتراوها كيفش طلعت شوفوا ما شاء الله كعيبة البوفريوة تبدأ ظاهرة فيها وكالفيكية والتمر زيدة قولوا لي في كومنتر شنور رايكم في فكرة اليوم نتمنى يا ربي اتكون عجبتكم ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي شهية عيبة